السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى للجميع جمع مباركة إن شاء الله اليوم أريد أن نقدم لكم هذا المنتوج من شركة ديكسن وهو مقشر بابايا كيف ترون معي هذا المنتج من شركة ديكسن وهو مقشر الوجه بخلاصة البابايا ومضاف لحبيبات صغيرة من الجوز البقان وهو يمتاز بعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسادة للوجه يعمل على الترطيب للوجه وعلى تصفية الوجه ويحارب حتى الحب الشباب كيفما قلت لكم أنا أريد أن نشارك معكم تجربة خاصة تاعي يعني أنا ما أقول لكم أن هذا المنتج يبيض بياض ناصع ولكن يحارب هذه الفطريات اللي يكونوا في الوجه أو الخشونة ديال الوجه يعني كتلقى بعد مرات الوجه ديالك كتلقى حرش في وحد الحبيبات صغيرة هذا كيحاربهم هاد المنتج وكيحيدهم بالمرة كترجع البشرة كيفما قلنا بحل بشرة ديال طفل صغير يعني رطبها بزاف وبالنسبة للطبيض ركفت مخلقنا الله ركول للواحد واللون دياله ولكن بعد مرات كنت تعرضوا الأشعة الشامس أو البرضويات اللي كنغسلوا بهم الوجه ديالنا الغير الصحيين هما اللي كيخليوا ليندوك تسبوغات أو كيفما كنقولوا عندنا ديالتاش في الوجه ديالنا كل بلاسة وفيها لون هادا كيوحد لون البشرة كيرجعها اللون ياله الأصلي وكيعمل على الترطيب والتنعيم وكيفما قلت لكم كيحارب يعني الفطريات وكيحارب الحبيبات الصغيرة السوال اللي كتكون تحت الجلد السوال اللي كتكون فوق الجلد وهو فيه بزاف المضادات للأكسادة والفيتامينات بالنسبة للوجه طبعا حلوان نوريكم البرضوي كيفردير كيفما كيبال لكم هنا يا اللون دياله برسقالي فيه واحد حبيبات صغيرة ومن بعد الاستعمال مباشرة كتحسب ان الوجه ديالك نقي والبشرة ديالك تسبحر طبعا بزاف كيفما قلناك البشرة ديال الطفل صغير ومن بعد الاستعمال دياله راح كتحصل على النتائج الحمد لله اللي هي جد جد مرضية والله كنصحكم بهذا المنتج راح زوين بزاف بالنسبة للبشرة وهو طبيعي يعني كيغنيك على انك تدير هذا كل الوصفات طبيعية حتى انا كنت نديرهم بزاف كيعييو شوية هما ارا هما مفيدين ولكن هذا كيغنيك يعني مصايب كيبقى سوى الطبيق دياله وحتى هو طبيعي ما تخاف من تشي حاجة طبيعي وصحي بالنسبة للبشرة ان شاء الله في يوم قادم ان شاء الله مع برودو جديد ليهونكو اشتركوا في القناة